دكتورة ماد خلية توقف مع حضرتك عند النقطة يعني حضرتك ذكرتها بفكرة تعظيم القيمة الزراعية والقيمة المضافة لو هنتكلم عن طرق الزراع الحديثة واستخدام أحدث التقنيات وترق التخزين ومن ثم كمان فكرة القيمة المضافة إن كان التعبئة والتغليف وما إلى ذلك واستخدام أقصى أو الاستغلال أقصى ما يمكن استخدامه من الزراعات أو المحاصيل الموجودة إيه اللي عملنا في هذا الملف تحديدا في إطار المشروعات الزراعية في سينة؟ الحقيقة عشان أطلع منتج زراعي وأضيف لي قيمة مضافة ويخرج الحقيقة كان لازم العديد والعديد من المحاور وبتشتغل جنبا إلى جنب عشان أقدر أعظم القيمة المضافة إيه هي؟ يعني أهم المحاور اللي الدولة اشتغلت عليها هو توفير البيئة أو المناخ المناسب لتحقيق هذا الهدف لو كلمنا في بنية تحتية من الطرق والمواني والمطارات حقيقة اللي هتعظم دور المنتج الزراعي والتسويقه في أسرع وقت انت عارفين أن في بعض المحاصيل لازم تبدأ نشتغل عليها وتتصدر أو تخرج للسوق المحلي فريش وبالتالي الوقت استهلاكها من جني الثمار إلى وصولها للمستهلك لازم يكون فيه وقت قصير حقيقة ما كانش ده ممكن يتم إلا من خلال إنشاء بنية تحتية من طرق ومعابر وأنفاء كان لازم الدولة تاخد بالها من حدة دي وبالفعل الدولة أنشأت العديد من المحاور محاور التنمية زي ما بنقول اللي بتساعد على التنمية الزراعية والصناعات المكملة للمنتج الزراعي الحقيقة أيضا من خلال مركز محوظ صحراء وعلماءه وقطاعات وزارة الزراعة بتشتغل على تعظيم العائد من هذا المنتج وهو طرق التخزين السليمة حتى الممارسات الزراعية الحديثة وطرق الزراعة حقيقة من خلال القوافل الإرشادية اللي بتقوم بها وزارة الزراعة ومركز محوظ صحراء وعلماءه بنلاقي أن تعظيم الممارسات أو رفع قدرات ووعي المزارع باتباع الممارسات الزراعية السليمة من وقت الزراعة من وقت الحصاد من استخدام طرق الري الحديثة من التسميد العضوي وأهميته من طريقة التعامل مع المحصول أثناء وبعد الزراعة من طرق التخزين من التصنيع من توافر المعاصر الحديثة لمنتج زي الزتون من تلاجات الحفظ الحقيقة كل دي عوامل بتشتغل فيها الدولة المصرية وكل قطاعاتها لتحقيق القيمة المضافة من المنتج الزراعي